منذ عام 2014 والقضاء الفرنسي منهمك بالتحقيقات لمعرفة كيف صنع رفعة الأسد إمبراطوريته العقارية فالدعوة فتحت بعد شكوى تقدمت بها منظمة شيربا غير الحكومية التي تحارب الفساد وعلى الرغم من الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقت إلا أنه وأخيرا تم إصدار قرار بمحاكمة رفعة الأسد في التاسع حتى الثامن عشر من كانون الأول بتهم طبيض الأموال واختلاس أموال العامة التي يملكها الشعب السوري وتشغيل عمال في منزله بشكل غير مشروع والدفع لهم نقدا رفعة الأسد أو كما يطلق عليه السوريون تسمية جزار حما باعتباره المهندس والمنفذة لمجزرة حما في ثمانينيات القرن الماضي رفعة يخضع لرقابة قضائية تحد من تحركاته دوليا منذ توجيه الاتهامات له في باريس ويواجه في سويسرا منذ عام 2016 تهاما بارتكاب جرائم حرب في سوريا القضاء الفرنسي وضع يده على عقارات يملكها رفعة ومن أبرزها فندقان ونحو أربعين شقة في أحياء باريس الراقعة في حين يملك في اسبانيا أكثر من خمسمائة عقار تقدر قيمتها بأكثر من ستمائة مليون دولار حيث تدور الشكوك في فرنسا حول كيفية امتلاكه لعقارات كثيرة عبر خدمة أوفشور المتخصصة بتأسيس الشركات إلا أن القضاء اعتبرت تلك الأملاكة والعقارات تم إخفاء مصدرها عمدا عندما تم شراؤها اشتركوا في القناة